مشروع قانون المالية 2016 الذي شرع في مناقشته اليوم على مستوى لجنة المالية بالبرلمان قبل عرضه للتصويت يوم 29 نوفمبر القادم يثير هلعا في أوساط الجزائريين لما يحمله من زيادات على بعض المواد الاستهلاكية بالرغم من تطمينات وزير المالية نحمي الطبقات الهشة فحتى الأشياء اللي رح نزيدوا فيها ما لازمش نضخمها كين أشياء اللي هي ضرائع عادية ولكن حتى ما قيل على الغاز على الكهرباء على الكربيران كل مواطنين اللي عندهم عائلة صغيرة عائلة متوسطة مقصيين من هذا وفي تقريبا 40% من العائلات ليه عائلات بسيطة عائلات لا عندهاش تجهيزات كبيرة ما عندهاش تجهيزات متكررة تقريبا 40% لا يتمسوها هذه الأشياء أعضاء لجنة المالية يستعدون لإقناع الحكومة بتخفيف الإتوات التي جاء بها مشروع قانون المالية نحن كنواب سوف نعمل من أجل أولا أن ندافع عن مصلحة المواطن من جهة ومراعاة مصلحة الوطن ومراعاة مصلحة الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الدولة الآن وبالتالي سوف نعمل نحن بكل ما أتينا من قوة من أجل التقليل من هذه الزيادات نوعا ما نحن في اللجنة نناقش نعدل كل ما يتطلب التعديل وسوف يكون لنا إن شاء الله بصمتنا في هذا القانون رغم تطمينات السلطات إلا أن مشروع قانون المالية 2016 الذي تحوز الشرق نيوز على نسخة منه يحمل إتوات ورسوم جديدة تمس بطريقة غير مباشرة جيوب المواطنين البسطة